بعد 11 شهرا من نقل البنك المركزي اليمني الى عدن لا يزال البنك متعثرا في انجاز مهامه المتعلقة بانقاذ الاقتصاد اليمني الاقتصاد الذي شهد ترديا منذ انقلاب سبتمبر 2014 اتت فكرة نقل البنك المركزي من صنعاء حسب روية الشرعية لاشتراط دول التحالف عدم تقديم اي دعم للبنك طالما ظل رهينة ميليشيا الانقلاب لكن وقائع الاشهر الماضية اكدت عدم حدوث اي نشاط حقيقيا يفعل من دور البنك ويساهم في حل الازمات الاقتصادية من المسؤول عن تعثر البنك المركزي ظلت اجابة هذا التساول تائهة بين الشرعية والتحالف والانقلاب لكن خيوط ملامحها بدأت تتضح مع خروج البنك عن صمته او صبره يعاني البنك وفق مجلس ادارته من صعوبات بالغة تعرقل توريد الاوراق النقدية المطبوعة في الخارق ويقول مجلس البنك في بيان له ان تصاريح ترتبات النقل والتوريد يجب ان تمر جوا عبر مطار عدن لكن تلك التصاريح تم الغاؤها دون مبرر او تفسير واضح يتهم البنك المركزي وبكل وضوح خلية تتبع تحالف دعم شرعية بعرقلة توريد الاموال الى خزائن البنك ويؤكد بيان البنك ان تلك الخلية الثلاثة عشر رحلة مالية منذ ابريل الفين وسبعة عشر هذه العراقيل المصطنعة بوصف البيانة تعيق توفير السيول الملائمة وتسبب بحدوث اختناقات خطيرة في الاقتصاد اليمني فضلا عن كونها وفق البيان تسيء الى سمعة البنك وتتعمد اظهار قيادته وكأنها فاشلة في اداء مهامها منع توريد الاموال الى البنك المركزي ليست الا واحدة من المشكلات التي تحول دون استقلالية البنك البنك الذي وبحسب مراقبين فر من عبث الحوثيين الى فشل الشرعية وخذلان التحالف